ماذا تحذر واشنطن لإيران ولبرنامجها الصاروخي؟ سؤال بات يتكرر كثيراً في الأروقة السياسية الإيرانية التي أصيبت بالارتباك بعد الحديث عن اختراق برنامج صواريخها تزامناً مع عقد جلسة سرية بحضور قادة عسكريين وأمنيين لبحث موضوع فشل إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية الفشل في برنامج الصواريخ دفع قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجزادة للاعتراف بالتقارير التي تفيد بوجود برنامج سري أمريكي لتعطيل منظومات الصواريخ الإيرانية وأكد حاجزادة تعرض البرنامج الصاروخي للتخريب لكنه ادعى أن هذه المحاولات تم إحباطها ويتناقض هذا الاعتراف من قبل حاجزادة مع تصريحاته يوم الثلاثاء الماضي والتي نفى خلالها التقارير التي تحدثت عن وجود برنامج سري أمريكي أفشل إطلاق أقمار صناعية بواسطة الصواريخ رغم اعتراف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف بذلك ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فإن فشل إيران بنسبة 67% في محاولتين لإطلاق صواريخ الأقمار الصناعية في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي والخامس من شباط الحالي هي نسبة كبيرة بشكل مثير للدهشة مقارنة بمعدل فشل 5% في جميع عنحاء العالم لإطلاق أقمار صناعية مماثلة وعدم وصولها إلى مدارها وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قامت بخلط قطع غيار ومواد مخربة في الأدوات الإيرانية المستوردة من أجل برنامجها الصاروخي الفضائي ما أدى إلى إفشال إطلاق القمرين الصناعيين بواسطة صواريخ عابرة للقارات بالتوازي مع ذلك يبدو إنشاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة عسكرية للفضاء هو علامة أخرى قد تكون متأخرة أيضا لإصرار واشنطن على منع طهران من التمدد في الفضاء عبر أقمارها كما تمددت في العديد من ولدان الشرق الأوسط